موسيقى أهلا بكم يا أصدقائي مع سلسلتنا الأدوار القصيرة الخالدة وتعبير الأدوار القصيرة يطلق على الأدوار التي تستارق أقل من 25 نقلة وسنراها من بين أبطال العالم منهم من ينتمي للقرن السابع عشر ومنهم من ينتمي للقرن الواحد وعشرين ستجد فيها شطرنج مزهل ونقلات رائعة ضفنا في هذا الفيديو هو بلا جدال أحب اللاعبين إلى قلوب عشاق الشطرنج إنه السوفيتي مايكل تال المعروف بالساحر القادم من ريجا وهو بطل للعالم ولكن بشكل غير مألوف فتضحياته دائما غير دقيقة ومبهمة ومحيرة ولكن من الذي يصل لحلها الصحيح على الرقعة إن أقوى اللاعبين وقعوا فريسة لتضحياته وهو يعترف بذلك فيقول هناك نوعين من التضحيات التضحيات الصحيحة وتضحياته ويقول عن أسلوبه في اللاعب عليك أن تأخذ خصمك إلى غابة مظلمة حيث 2 زائد 2 تساوي 5 والمخرج الوحيد لا يتسع إلا لك وحدك ولذلك صرخ بطل العالم سيمسلوف إنقذوا الشطرنج من هذا المحتال والدور الذي سنراه أمام لاعب غير معروف وتمت هذه التضحية فهل تستطيع الرد عليها؟ قبل أن تقرر تذكر قول بوتفينك إذا ضح تال بقطعة خزها فورا فهل ستستمع لنصيحته؟ هيا نرى الدور ده لعب في استعراض متزامن سنة 63 وتال بالأبيض بدأ إي فور، سي فايف، الدفاع استقلي نايت اف سري، دي سيكس، دي فور، سي دي فور، نايت دي فور، نايت اف سيكس، طالب الإي فور، وتال بيحميه ولو الإسود أعاوز يلعب دور هادي فعليه أن يلعب النقلة التقليدية نايت سي سيكس بيصوب على الحصان أو يلعب النقلة المشهورة جي سيكس ونخش فيه تفريع التنين، ولكن لعب ربما أخطر نقلة في الشطرانج A6، ودخلنا في تفريع ناجدورف للدفاع استقلي، وهو ربما أشهر تفريعات استقلي، بل ربما في الشطرانج كله، لأنه يؤدي لأدوار مصيرة، ولابد أن تكون دارس هذا الافتتاح، لأنه مليء بالنقلات المفخخة، فكرة تفريع ناجدورف هو منع الحصانين أو الفيل من الذهاب للبي فايف، مع إمكانية لعب البي فايف والتمدد في جناح الوزير، وكمل تال بيشوب جي فايف، إي سيكس، إف فور، وهنا الإسود غامر ولعب بي فايف ده بيسمى تفريع بولوكلافزكي، وده ربما أشرص تفريع في الناجدورف، ومليء بالأفخاخ، وده ربما استراتيجية خطأ أمام الساحر تال، اللي يكمل فورا إي فايف، طالب الحصان، المربوط على الوزير، ولابد من الأقس، وبعد الأقس، طالب الحصان المربوط، ربما أفضل النقلة هي الـ H6 لطرد الفيل، ورفع الربط، لكن لعب النقلة الشادسة كوين سي سابن، بيترك الحصان، وبيصوب على الإي فايف، وهنا التفريع الرئيسي، إن الأبيض بياخد قطعة، لكن الإسود بيستردها فورا بكوين إي فايف تشيك، ويسترد الفيل، ولكن تال، لعب النقلة النادرة كوين إي تو، بيحمي المربع إي فايف، ودلوقتي طالب الحصان، والإسود تراجع بالحصان، بيصوب مع الوزير على الإي إي فايف، وتال ببساطة قام بالتبيت الطويل، ودلوقتي السؤال، هل يستطيع الإسود الفوز ببيدة إي فايف؟ هيا نرى، إذا أخدت بالحصان، فدي نقلة كارثية، لإن الأبيض حيفوز فورا هل تعرف كيفا؟ الأبيض حيضحي الحصان، وهيفتح العمود دي طالب الرك دي ايت تشيك، ولابد من تضحية بالوزير، اللي أيضا لا يستطيع التحرك، وإلا حيسقط الحصان، ولا يكفي أخذ الحصان، لأنه هياخد بالحصان الآخر بنفس التهديد، والأبيض حيفوز، بنفس الشكل، لو أخذ بالوزير طالب الفيل وطالب التكسير، حياخد الوزير، وأيضا لو أخذ بالحصان، حتم التضحية، والأبيض حيفوز، حتى لو أغلق العمود بالحصان أو بالفيل، الحصان حيذهب للسي سيفن بشوكة للملك والرخ، والأبيض حيفوز، ولكن الاسود هرب من أول اختبار، ولعب بيشوب بي سيفن، وده الموقف اللي بدأ منه تال التقلق، بالتضحية بالحصان على الإي سيكس، طالب الوزير، وده الموقف المرسوم على بلاف الفيديو، في الدور الاسود التبع نصيحة بوتفينك، إذا ضحة تال اقبلها فورا، وأخذ الحصان، ولكن ماذا لو أخذ بيدة الإي فايف طالب الحصان، وطالب تكسير الوزيرين، حتكون نقلة كارثية، هل تعلم لماذا؟ الاسود هيتلقى المات بالنيت سي سيفن تشيك ميت، وده كش مات، لأن الوزير لا يستطيع الأغز، لأنه مربوط على الملك، على أي حال الاسود نجا من الاختبار التاني، وما أخذش بالوزير، إنما اتبع نصيحة بوتفينك، وأخذ تضحية تال، لكن تال لم يهدأ وكمل كوين جي فور، طالب الأقص على الإي سيكس بتشك، والمات في الطريق، والاسود لا يستطيع الدفاع بالنيت سي فايف لحماية البيداء، لأنه هيخسر بعد الرك دي ايت اتشيك، ولابد من التضحية بالوزير، وبعد الأقص، حيلعب البي فايف طالب الحصان، اللي لابد أن يغادر، وحيسقط بيدا الإي سيكس، والأبيض حيفوز، ولذلك أفضل النقلة في هذا الموقف هو أخذ بيدا الإي فايف، وبكده بيحمي الإي سيكس، ولن تصلح النقلة بتضحية الفيل، على أساس فتح المجال للرخ للوصول للإي وان، والتصويب على الوزير والإي سيكس، لأن الاسود ببساطة هياخد، وبعد الرك دي اي وان، طالب الوزير ووراه البيداء، الاسود له الدفاع الرائع بإيتش فايف، طالب الوزير، وببعده عن طلب البيداء، لأن الوزير لو تراجع للإيتش سري، مصوبا على البيداء، حيتخلى عن حماية الفيل، والوزير هياخد الفيل بتشك، ثم يدافع عن البيداء، ولذلك الوزير بيذهب للإيتش فايف، وللوقتي الوزير مطلوب، لكن بيصل للسي فايف، وبيترك البيداء للرخ، اللي لو أخده، الملك هيذهب للإيف سيفن، طالب الرخ والإسود حيفوز، لأنه متفوق بقطعتين، وطالب القطعة التالية، ولا يوجد للأبيض نجاح، إذن دي النقلة المنقذة، ولكن كيف يصل إليها الأسود في ظل هذه التعقيدات؟ ولكن هل معنى ذلك إن التضحية التال فاسدة؟ أبداً، فبدلاً من أخذ بيداء البي فايف، بيلعب ببساطة البيشوب دي سري، بالتهديد روك إي وان طالب الوزير وطالب البيداء، والأبيض له هجوم قوي إلى النهاية، لكن الفوز غير مضمون بعد تضحية الحصان، والإسود عليه الدفاع بدقة فائقة، فمثلاً لا يستطيع لعب النايت سي سيكس، ويعبق الحصان، لأن دي هتكون نقلة كارثية، فالأبيض حيفوز فوراً بكوين اتش فايف اتشك، والملك لا يستطيع التحرك، والدفاع الوحيد هو الجي سيكس، لكن هنا هتجيء المفاجأة الكبرى، هل تستطيع توقوحها؟ الأبيض هيضح الوزير بتشك، ومرة أخرى الملك بدون حركة، ولابد من أخذ الوزير، وبياخد بالفيل بالشيك ميت، ولكن هل معنى ذلك إن تضحية التال عشوائية؟ أبداً، فإنها نقلة مدروسة، ولكن غير مكتملة الأركان، فهو بيعقد الموقف، ولا يصل الأسود دائماً للنقلة الصحيحة مثل الكوين اي فايف، ففي الدور، الأسود لكي يحمي البيدة لعب النقلة المنطقية كوين بي سيكس، وهنا لم يجد نفسه إلا وهو يسلم الدور، ما هي نقلة التال التالية؟ تال الساحر ضحى بالرخ طالب الوزير، وبيمنعه عن حماية بيدة الإي سيكس، وبالطبع لابد من الأقص، لكن بكده أيضاً الوزير لا يحمي البيدة، وتال أخذ البيدة بتشك، والملك ليس له بالمربع وحيد وهو الـ F8، وهنا ظهرت نوهب التال الرائعة، هل تستطيع أن تجد نقلته المطلقة؟ تلعب بيشوب سيفور، طالب المات، ولا يوجد حماية للمربع، فإذا مثلاً أخذ البيدة، والحصان بيحمي المربع، هيتلقى المات أيضاً بروك F1 تشك، والملك لا توجد له أي حركة، وإذا تراجع بالحصان، هيخذه بالوزير بتشك، ولابد من إغلاق العمود، مثلاً بالفيل، لكن ده لن يمنع الرخ من الأغز بتشك، وإذا أخذ بالحصان، هيتلقى المات، وكذلك إذا غطى بالحصان، هيتلقى المات، إذا لابد من قبول التضحية، لكن بعد مغادرة الفيل، أصبح الرخ حر الحركة، وذهب للF1 بتشك، ولا يوجد غير التغطية بالحصان، لكن تل كان محضر مفاجأة شديدة، هل تستطيع أن تجدها؟ تل ضحها بالقطع الرابعة، بتشك، مرة أخرى الملك لا يستطيع التحرك، ولابد من قبول التضحية، وبكده أصبح الأسود متفوق بتلت قطع، لكن زي ما بنقول في مصر العدد في اللمون، فتال أنهى الدور بشكة الدبوس بيشوب H6، شك ميت، ودلوقتي إيه رأيكم فتال؟ هل يستحق لقب الساحر القادم من ريجا؟ منتظر أراءكم في التعليقات، وأرجو أن يكون الدور قد أعجبكم، وإلى اللقاء مع دور ربما أكثر إثارة من الساحر الأكبر أليكساندر أليخين، وإذا أعجبك هذا الفيديو، من فضلك سجل إعجابك، واشترك في القناة، وشارك بتعليقاتك، نهاية للحصول كماندر أليم ترجمة نانسي قنقر